اشتركوا في القناة اي مكان اخر واضافتها لانشطتك او الملفك الخاص واتمنى منكم تقاسم هذه الطريقة مع اصدقائكم لا لشي الا لتعمى لإفادة اذا على بركة الله ساخد نشاط من هذا الكتاب الالكتروني مثلا اريد اخذ هذا النشاط واضافته الى ملف خاص ساقوم فقط بالنقر على هذا الاختصار من لوحة مفاتيح شفت ويندوز اس ساختار هذا الخيار ثم بعد ذلك ساقوم بتحديد النشاط بهذه الطريقة فقط الان ساقوم بالذهاب الى ملفي بالورد مثلا وانقر على الاختصار control v او لسق فقط ليلساق النشاط كما طرنا معي لكن لاحظوا معي لا يمكنني وضعه في اي مكان اريد ولعمل ذلك فيكفي فقط نقر على الصورة بزي الفأر العيمن ثم اختيار ابياج بعد ذلك اختيار هذا الخيار دغياغ لوت تكس يعني خلفه النص الان كما طرنا معي يمكنني اخذ هذا النشاط ووضعه في اي مكان اريد بصفا واخيرا ارجو منكم اخواني اخواتي ان تتقاسموا هذه الطريقة مع اصدقائكم خاصة مع زملائنا اسادي الأفاضل السادة الكريمة ايضا مع احبابنا التلاميذ لا لشيء الا لتعمى لإفادة وترقبوا عمقار بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته